سيغير جغرافية الاقليم العربي وقد يوحد العرب اخيرا ثروة من ذهب وهبها الله لهذا البلد العربي المسلم الاردن يخفي في باطنه ما لا يخفيه الغرب في بحاره واراضيه كيف لا والاردن الاول عربيا والحادي عشر عالميا من حيث احتياطي مادة اليورانيوم الورقة الرابحة امام معضلة ازمة الامن المائي والحاجة لتوليد الطاقة الكهربائية بكمية اكبر فالخيار النووي بات عنوان الحدث الابرز لمجال صناعة الطاقة النووية الصناعة نفسها التي اقتحمتها هيئة الطاقة الذرية الاردنية منذ عام 2008 الا ان اصول القصة تعود لاواخر القرن الماضي ولا تزال مستمرة لليوم طموح اردني عربي فريد من نوعه نحو مستقبل طاقي افضل ومنافسة على الصدارة العالمية فما هي خطة المملكة الاردنية الهاشمية لانجاح صناعة الطاقة النووية وضمان الامن المائي والطاقي وما الذي تخطط له في علاقة معانيتها للتعاون مع البلدان العربية الاخرى تحت مسمى الوحدة العربية كل هذا واكثر ستتابعونه في بقية هذا التقرير لذا حضر مشروبك المفضل واستمتع بما ستشاهده وكالعادة لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لمتابعة جديدنا اليومي الاصول في البداية وقبل التعمق في تشبعات صناعة اليورانيومي بالاردن يجدر بنا اولا التعرف على اهمية هذه المادة وما هيتها الحقيقية كي تكون الصورة اوضحة فيما بعد لاستيعاب المنظومة الصناعية لهذا القطاع ولوضع الامور في نصابها الصحيح سيتوجب علينا العودة بالزمن الى اصول اليورانيوم الذي حاضي بشرف اكتشافه لاول مرة الكيميائي الالماني مارتين كلابروت وذلك في سنة الف وسبعمائة وتسعة وثمانين اثناء قيامه بعدة عمليات لتحليل العينات المعدنية في مناجم الفضة مما افضى فيما بعد الى ترميز اليورانيومي بالرمزيو والعدد الضري اثنين وتسعون ضمن الجدول الدوري بيد انه شهد تباطؤا شديدا على مستوى مراحل تطور استخدامته بما ان بدايات استعمال الانسان له كانت مقتصرة على تلوين الزجاج والخزف نظرا للون المميز لليورانيوم المعروف ايضا باسم الكعكة الصفراء وهي الشكل الطبيعي لهذه المادة مباشرة اثر سحق سخور اليورانيوم الخام وقبل تخصيبها ثم ومع مرور ما يزيد عن مائة عام شهد المجتمع العلمي اكتشافا غير مفهوم العالم لليورانيوم كيف لا وقد تمكن كل من الفيزيائي هينري بيكريل وطالبته العالمة ماري كوري من ادراك القدرة الاشعاعية لليورانيوم التي فتحت طرقا اخرى لتنويع استخداماته اذ على سبيل المثال يمتلك نظير اليورانيوم رقم مائتين وثمانية وثلاثي القدرة على الوقاية من الاشعاعات مما جعله عنصرا اساسيا بصناعة الطائرات والمعدات الطبية ذات المكونات الاشعاعية ضرة كذلك يتميز النظير الاخر رقم مائتين وخمسة وثلاثين بشعرة واسعة بسبب قابليته لعملية الانشطار النووي التي تساهم بدورها في عدة مهام اخرى كتوليد الطاقة الكهربائية او تصنيع الخلايا للالواح الشمسية باعلى كفاءة ممكنة مقارنة مع الطرق الكلاسيكية وطبعا كما هو مشهور عنها صناعة الاسلحة النووية الفتاكة مثل قنبلة ليتل بوي التي ضربت مدينة هيروشيما اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية ما يثبت حقيقة الاهمية الفائقة في زمننا الحالي لهذه المادة او الثروة الصفرى ان صح القول الوحدة العربية الطاقية في ظل توالي سنوات الجفاف جراء الازمة المناخية وتواصل مشاكل محدودية الطاقة باتت الصناعات النووية الحل الامثل للدولة الاردنية نظرا لمخزونها الهائل من اليورانيوم خصوصا وان هذه الصناعة تعد بالوقت الراهن من الصناعات المتطورة وذات الاهمية العالية جدا كون منفعتها لا تقتصر فقط على الاغراض الطاقية السلمية بل هي ايضا اساس صناعة اسلحة الضمار الشامل التي اضحت وسيلة تصد وحماية ضد الاخطار الخارجية الا ان السلطات الاردنية اختارت استغلال هذه المهدة في حدود الاستخدام السلمي لا لشيء الا لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة للبلاد لتحقيق مرادها من الاكتفاء الطاقي بالتوازي مع عامل التصدير والربح المالي لتحقيق مكاسب مادية طائلة وتوفير العملة الصعبة علما وان التقارير توثق لنا تاريخ انطلاق فكرة البرنامج النووي الاردني الذي خطت له في عام الف وتسعمائة وستة وثمانين وهو ما يؤكد لنا بعد النظر للقائمين على استراتيجية استغلال ثروة اليورانيوم التي قدرت حسب اخر الابحاث والارقام المرصودة باكثر من اثنين واربعين الف طن ما جعل المملكة الاردنية الهاشمية تحتل المرتبة الحادية عشر عالميا من حيث احتياطي اليورانيوم وفقا لما اعلن عنه رئيس هيئة الطاقة الضرية الاردنية خالد توقان الذي اكد كذلك على ان الهدف المرسوم حاليا للهيئة هو انتاج ثمانمائة طن سنويا بما ان الكمية المتوفرة قادرة على اضاءة الاردن لمدة ثمانين عاما على الاقل الوفرة التي ستسهل بشكل او باخر مهمة الحكومة لتغطية احتياجات المواطنين وابرام صفقات تجارية مع البلدان الشقيقة والغربية لتصدير الفائد وتطوير البنية التحتية للبلد والنهوض بالاقتصاد الوطني لتحسين مستوى المعيشة ففوق كل هذا وبشهادة من علماء للجيولوجيا يتميز اليورانيوم الاردني الوفير بجودة عالية كيف لا والكيلو جرام الواحد من يكفي لتوليد ستون الف كيلو واطن بالساعة الواحدة اي ما يكافئ نحو خمس اقدام مكعبة من الغاز الطبيعي او خمسة وخمسين برميل نفط الدراسات التي تشيد باهمية هذه الثروة الاستراتيجية من اليورانيوم للاردن وتعطي لهذا البلد العربي فرصة توحيد العرب اخيرا ولو تحت سقف القطاع النووي فبحسب السيد خالد توقان فان هيئة الطاقة الذرية الاردنية تتطلع بجدية لتوفير احتياجات الاقليم العربي من الوقود النووي في ظل اقتحام عدة بلدان عربية مثل السعودية والامارات والمغرب لهذه الصناعة مع الاخذ بالاعتبار التعاون الذي لا يزال ساري المفعول للان بين الاردن والهيئة العربية للطاقة الذرية ضمن اتفاقية مشتركة تهدف لنقل المعرفة العلمية بين جميع الاقطار العربية وتطوير المنظومة الصناعية من اجل مواكبة التقدم العلمي والتقني العالمي ولما لا التفوق على الصناعات الغربية والسيطرة على مجال الطاقة النووية لكن وباي حال فبالعودة الى المخطط الاردني لتصنيع الكعكة الصفراء فقد راعنا المسؤولون هذه المرة على الكفاءات المحلية من خرج الجامعات الاكثر تميزا صحبة اصحاب الخبرات المبدعين لادارة شركة تعدين اليورانيوم وفق المعايير الدولية المتفق عليها ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويا لحسن الاختيار والتدبير اذ وفقا لما صرح به الدكتور والمدير العام للشركة محمد شناق فان الهيئة نجحت بشكل باهر في خلق مصار واضح عنوان النجاح المتواصل فيما يتعلق بتطوير مشروع اليورانيوم ليتعدد بذلك مجالات استخدامه مستقبلا لضمان مستقبل افضل للمملكة لذا وبنهاية هذا التقرير هل ترى ان الاردن سينجح حقا في تحقيق الوحدة العربية الطاقية وهل تتوقع ان يناطح كبرى الدول المتقدمة في صناعة الطاقة النووية